السلام عليكم الله يسعد أو قادكم دعونا اليوم نرى فيديو سريع عن عدد من الوسائل والطرق التي يمكن أن نحتاجها بتعاملنا اليومي مع نظام التشغيل في حال كنا نتعامل مع عدد مختلف من الملفات المضغوطة الملفات المضغوطة تأتي بعدة لاحقات أو اكستنشنز مختلفة في عندي الزيب، في عندي التار، في عندي الرار، في عندي السابن زيب، فبالنسبة للزيب والرار هي أغلب الناس المتعافضة عليها اللي موجودة بكافة أنظمة التشغيل راح تواجهها أما في حالة لينوكس، فالملف فصيغة المفضلة للملفات المضغوطة اللي هي التار، هلا نحن ممكن أن نفك ضغط عن هاي الملفات إما باستخدام الواجهة الرسومية بحال أي برنامج قوي موجود عندي أو ممكن أن نعملها عن طريق الترمينال من صدر الأوامر طبعا أنت إذا كان في عندك عمالك تستخدم نوم كي دي اي اكس اف سي اي فأنت أورادي راح يكون نازل عندك البرنامج اللي بيسمح لك أنك تفك الضغط عن هاي الملفات أما في حالك أنت كنت باني نظامك، يعني بمعنى أنه أنت في عندك توزيع تنزيلة مينيمال فأنت لازم تنزل كل برنامج من البرامج اللي ممكن أنك تحتاجها طيب بفيديو اليوم راح نشوف 3 أدوات من استخدمها من الترمينال وأدات من استخدمها من الواجهة الرسومية هلأ أنا هون موجود عندي عدد من الملفات مثل ما اللي شايف أنه في عندي في عندي ملف في عندي عدة ملفات موجودة بصيغة tar.gz اللي هي مثل ما حكيت الصيغة المفضلة بيا لينوكس في عندي ملف بصيغة zip وفي عندي ملف بصيغة rar طيب أنا أول شي خلينا نشوف ملف الزيب اللي هو من أسهل ما يكون أنا مختار هذه الملفة اللي موجودهم بالتحديد لأنه هذا الملف محمي بكلمة سر فبكل بساطة لحتى فك الضغط عن هذا الملف سأستخدم أداة اسمها unzip مجرد أني أعطي اسم الملف فأنا مثل ما يشايف أنه عندي الملف اللي اسمه rs 3.4 3.4 فسألت له unzip وعطيته اسم الملف وعطي enter ومثل ما يشايف مثل ما حكيت أنا اخترت هذا الملف بالتحديد لأنه محمي بكلمة سر فأعطي كلمة السر وبهذه الطريقة فكلي الضغط عن هذا الملف فإذا أردت لعملة ls سأرى أنه سأقوم بمسار جديد بمحتويات الملف الأصلي هذه بالنسبة لملفات .zip بالنسبة لملفات .rar أو .7z سأستخدم نفس الأداة سأستخدم أداة اسمها 7z ثم أعطي flag e لحتى يعمل اكستراكت ثم إذا أريد أن أحدد المسار الذي يريد أن ينسخلي عليه أو الذي يريد أن يفكلي الضغط عليه فأستخدم داش أو بدون أي فاصل سأعطيه اسم المسار سأقوم بمسار ثم سأعطيه اسم الملف الذي يريد أن يفكلي الضغط عنه سواء كان .rar أو .7z كما قلت سأعطيه flag e سأعطيه إذا أريد أن أحدد اسم الملف الأوطبوت أو مسار الأوطبوت واسم الملف و أعطيه إنتر أيضا في هذا الشكل فكلي الضغط إذا أريد أن أقوم بمسار الأوطبوت سأرى أن أقوم بمسار الأوطبوت الذي أقوم بمسار الأوطبوت سأعطي الصيغة الثالثة التي هي tar gz لهذه الصيغة سأستخدم أداة tar سأعطي flag xf x x extract f file سأخذ الملف الضغط الضغط سأضغط هذا الملف كما قلت سأعطيه اسم الأداة التي هي tar سأعطيه dash xf x extract و f لتعامل مع file سأعطيه اسم الملف سأضغط enter كما قلت سأعطي فولدر جديد أو مسار جديد بمحتويات barrier.tar.gz سأعطي إذا كان عندي سأعطي مع سطر الأوامر إذا كنت تريد نفس هذا الكلام بالواجهة الرسومية لدي برنامج اسمه xarchiver هذا البرنامج ممكن أن نزله باستخدام pacman باستخدام apt باستخدام dnf باستخدام xpps sdash install يعني هو موجود على كافة التوزيعات فهلا أنا لا أستخدمه من الترمينال وإنما هذا البرنامج هو عبارة عن واجهة رسومية دعونا نفتح file manager مع واجهة رسومية لنأتي للمكان الموجودين في الفايلات أنا أضعهم بالdownloads هذا البرنامج xarchiver ممكن أن يفتح لي أغلب الصياغ الذي يمكن أن تواجهني فمثلا .targz يضغط مثلا بالxarchiver سيفتح لي إذا كبرنا النافذة يأتي على الزر الموجود هنا الموجود بالسطر الثاني المكتوب على extract files ويحدد المسار الذي يريد يضع الملفات فيه ويقول extract هذا بالنسبة targz بالنسبة الرار سيكون نفس الوضع مع xarchiver ممكن أن اتعامل معه بالنسبة .zip كمان نفس الوضع بكل بساطة ممكن أن اتعامل مع هذا النوع من الملفات طيب خلينا نرجع للترمينال خلينا نعمل الس أنا في حال كان عندي أكثر من ملف من الملفات من الملفات من الملفات بدلا أن اكتب التعليم لكل ملفات من الملفات ممكن أن اكتب سطر واحد سيجعل هذه التعليم بخطوة واحدة سأقول for الآن سأعطي مثلا إما file أو i أو أي اسم سأعطي for i space in سأعطي نجمة لحتى النجمة معناها أن كافة الملفات سأقول dot مثلا نقول أن أنا أريد الضغط عن كل ملفات تار جيزي لأن بالنسبة للملفات الثانية الملفات موجودة هنا لا يوجد ملف واحد من كل نوع سأقول dot جيزي فإذا for i in نجمة dot جيزي سأعطي space سأقول do الآن سأعطي التعليم التي استخدمناها من قليل الآن سأعطي dollar sign i وبدون أي شيء آخر سأعطي فاصلة منقوطة وقال done سأعطي enter إذا عملنا ls سأرى أن فكلي الضغط عن الملفات الأربعة الموجودة التي ضمن كل ملف أنا أعرف محتويات هذه الملفات الأربعة وأعرف أن مجرد ملف نصي 1 2 3 3 4 وهذه المجرد الملفات فاضين وكمان رجع فكلي الضغط عن barrier هذه الطريقة التي أستخدمها لحتى أني أتعامل مع الملفات المضغوطة بعالم linux فيديو بسيط وخفيف لحتى نطلع من الروتين والتي هي الفيديوهات الطويلة مثل العادة إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا ضغط زر الإعجاب لا تنسوا تتركوا لي تعليقاتكم بقسم التعليقات عن المحتوى اللي حابين تشوفوا أو اللي حابين تركز عليه بشكل أكثر بالنسبة لغير المشتركين لا تنسوا الاشتراك بالقناة أكيد اشتراككم يعني لي الكثير بالنسبة لي بلتقي فيكم بالفيديو الجاية وبأمان الله